نحن بروح إلى خبر الأسبوع من صحيفة سبق الحقيل اللي هو وزير الشؤول البلدية القروية والإسكان يقول ولي العهد وجه بتخصيص 100 مليون متر مربع لمشاريع سكنية وفي خبر آخر صرح أيضا بأنهم في الوزارة يحرصون على ألا يتجاوز القرض السكني 40% من الدخل ويستهدفون 365 ألف وحدة سكنية إلى 2025 طبعا مجمل هذه التصريحات قيلت في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي خلونا نشوفه نرجع كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل تفاصيل عن ضاحيتين فرسان وخزام السكنية والتي ستشكل نقلة جديدة في التطوير العقاري وأكد الحقيل أن الوزارة تمكنت خلال الأعوام الأربعة الماضية من خدمة أكثر من مليون وأربعمائة ألف أسرة وهذا الرقم يتجاوز أعداد الأسر المستفيدة خلال الأربعين عاما الماضية وفي خبر آخر أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تحرص على عدم تجاوز القرض السكني 40% من الدخل موضحا أن نسب التعثر في برنامج دعم التمويل العقاري أقل من 0.5% وهي الأقل عالميا وهذا يعني أن هناك انضباطا والتزاما من جميع المقتردين شوف أبو يحيانا الحقيقة مسرور في مثل هذه الملتقيات الدورية بس ودي أنها تكون يعني ما تغيب لأن هذه فترة غابة أيضا ودينا بحضور الوزراء وزير التعليم الوزراء يحضرون باستمرار يعني بين وقت ووقت يعني تكلم معالي الحقيل وتكلم مع ماجد القصبي ودائما يعني في المؤتمر أنا ما أبغى يغيبون عنه في الرؤية موجود أنه الظهور يكون يعني شب الشهر ينتبع قطع خدمات يشوفون مشاكل الناس ويجاوبون عليها خلينا الآن على موضوع وزير الإسكان أول شيء نشوف أنه الدولة فعلا كانت حريصة على موضوع الإسكان من ضمن حرصها دمج وزارة الشؤون البلدية مع الإسكان في وزارة واحدة لتسريع الإنجاز وتوحيد المتضربات اثنين دعم القطاع المصرفي ليصبح أكثر قوة واستعدادة لتمويل المواطنين ثلاثة سمولي العهد مع صديقنا الأستاذ عبدالله المديفر قال ارتفاع نسبة تملك المساكن من 47 إلى 60% فقط في أربعة أعوام هذا يعطيك مؤشر إلى أين نحن متجهون لكن أيضا خلينا نقول الأشياء اللي كان الوضع والآن كيف أصبحنا ولي العهد أيضا سمولي العهد يقول أكثر من 95% من المطورين العقارين في المملكة بدايون للغاية الآن هذا الكلام وأيضا تصريح لعبد الحميد العمري في روتانا قال هناك أكثر من 77 ألف متعثر في سداد القروض القروض والإعداد والإعداد في زيادة الآن عندنا طال عمرك المؤتمر هذا معالي وزير الإسكان الحقيل قال أول شيء أنه نحن حريصون ونطمح إلى أن يكون الاستقطاع لا يتجاوز 40% من الراتب من الدخل من الدخل 40% وهذه نسبة معقولة وأعتقد وقال نسبة التعثر تكاد تكون صفر هذا كلامه إذن في تحسن بين التصريح عبد الحميد العمري وبين ما وصلنا لي جينا للمتقاعدين قال المتقاعدين هناك تنسيق مع البنك المركزي لأنه تعرف المتقاعد يكون عنده بدلات كرات بعشرين لتقاعد سارة 11 هذا الضره فقال هناك الآن تنسيق مع البنك المركزي لدراسة الأوضاع الجادة والصحيحة والحقيقية لمعالجتها نجي طويلة العمر إلى بالنسبة للأولى الآن ونحن نتكلم تم افتتاح اللي هي ضاحية الفرسان وضاحية خزام والحقيقة أنها ضواحي تبشر بخير فيها جودة حياء يهم من ينا فيها مماشي مماشي ممتازة جدا فيها تطوير حسب كلام الوزير 15 دقيقة ماشي تنهي لك كل الأمور اللي أنت فيها مثلا أنت خلال 15 دقيقة ماشي ممكن تروح لأي خدمة تحتاجها في داخل الضاحية وهي كما قال الوزير نماذج ونقلة جديدة للتطور العقاري في المملكة أيضا أكد الحقيقية لأنه 400 ألف وحدة قدمت خلال 4 سنين هذا يعادل 40 سنة يعني خلال 40 سنة قدمنا 400 ألف وحدة خلال الخمسة سنين هذه قدمنا ما يوازي 40 سنة وهذا رقم كبير جدا جدا أيضا ضخ في ارتفاع في العقار يقول يوم سمعنا ارتفاع في العقار ضخ 430 لمقاومة ارتفاع الأسعار نجي أيضا للخبر الجميل الذي تصدر الصحف أن سمول العهد عندما شاهد ارتفاع العقار خصص أرض بمساحة 100 مليون متر مربع في الرياض وفي المدن التي فيها كثافة سكانية لامتصاص أو لتخفيض الأسعار الموجودة هنا الظواحي أنا أعتقد الظواحي هي فكرة جديدة في الإسكان ستكون إضافتها للناس كبيرة وأتمنى أنه أنا وإنت إن شاء الله يكون لنا نصيب من أن نكون في إحدى الظواحي الظواحي الإسم الحال وجميل أنه أنت في الظواحي يوم حيننا صغار كنت أشترك في سباق اختراق الظواحي كنت دائما أطلع الأخير الأخير دائما الأخير فأنا أريد أن أحسن السمعة بهذا الظواحي أن يسكن فيها عشان أغير الصورة الذينية اللي كنتنا في حيانا الأخير حيانا في الإسحاف مرة ينشألون في الإسحاف لأنه حماسهم يعلي طيب وسبحان الله هذا كله تحول اليوم إلى أنك واحد من الناس اللي يتصدرون موضوع المشي ويدعون إليه والرياضة إجمالة والله يا أبو يحي عشان كذا نقول لا تيأس أنا يوم أنا صغير كنت ترسب في القراءة والتعبير الآن بحمد الله يمكن لو عديت عشرة في السعودية نكون من ضمنهم بالأكثر كتابة والأكثر قراءة فسبحان الله الإنسان ما بين طرفة عيني وانتباهاتي هيغير الله من حالي للأحالي نروح لفاصلنا الأول وبعد الفاصل بنلقاكم في مزايين الكتب وبرواس خلقكم قريبا